اهلا بكم عزيزي طالب الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة نبرميك في بيتنا مدرسة يمكن النهاردة برضو ما زلنا بنكلم طلبة بتاعتنا وبنكلم كمان المشاهد العادي وطبعا احنا في مجموعة حلقات يعني بنتكلم فيها عن مناهجنا وطرق تدريس المناهج دي وطرق مذاكرتها وكمان ازاي اقدر احقق فيها اكبر كامل من الاستيعاب المطلوب للمواد دي عشان اقدر ان انا اذاكر واطلع بالمادة العلمية بتاعتي بشكل اه المطلوب طبعا احنا كل منا في موضوعاتنا ان احنا بندور على المهارات والحاجات المعرفية اللي احنا بنكتسبها اثناء دراستنا طول العام الدراسي وده طبعا بيساعدنا ان احنا نقدر ان احنا نشتغل ونطلع منتج بالشكل المطلوب ان شاء الله فيه ما بعد بعد التخرج يبقى احنا النهاردة بنتكلم عن اه المواد التخصصية بتاعتي طب بجينا بالمواد الخصصية احنا عارفين طبعا في مواد ثقافية هم نسميها المواد اللي هي فيها زي العرج والانجليزي والحاجات دي كلها بتنمي برضو مهاراتك وقدرتك على اقل اللغات يمكن يمكن الطلبة بتاعتنا اللي بتيجي بتخرج من عندنا من الدبلوم وبتلتحك بالكليات الهندسية بتلاقي ان لازم يكون عنده اه عامل اللغة بيكون موجود لانه هو اهم اه حاجة في الجزء دي حتى في الطريقة الاستيعاب نفسها فيه الكليات دي فاحنا النهاردة بنتكلم عن اه تخاصات الفنية وبنتكلم عن تخاص الصناعي هو تخاص النسيج وبنتكلم عن جزء اه جميل جدا عندي في مادة اسمها التخطيط لو اتكلمنا عن الجزء احنا فيه دلوقت ده بواجه عام واتكلمنا فيه مرة تانية بواجه تخصصي بواجه عام انا بشتري القماشة بس اما بعرفش ايه الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ايه الاوزان وايه الاطوال وليه الحاجات دي بتتحسب واشمعنا اه بتتعامل وبعمل بها ايه فيما بعد انا معرفش انا بشتري قماشة وخلاص ده الشخص العادي طب هل تعلم ان اصحاب مصانع الملابس لما بيجي اشتري مننا قماش كمصانع نسيج بيهتم بالاوزان والاطول يعني انا مسلا لو اديت له لو عملت له طوب طوله تمانية وتسعين اه متر ناقص مترين عن الميت متر هل هو كمصنع ملابس هيقبل يستلمه لأ بالنسبة له ده في عيب ليه عشان قصير بس عن الطول المطلوب ادي عيب طب لو انا اديت هو له اه تمانية وتسعين متر وتمانية وتسعين سنتي ناقص اتنين سنتي برضو برضو هيرفض استلامه لانه ناقص عن الطول المطلوب هو اتنين سنتي يعمله حاجة اه في مصنع الملابس هيعمله حاجة لو مسلا هو عامل الباترون بتاعه على اساس ان هو مصممه يطلع مسلا اه الفرشة اللي هيعملها مسلا هتطلع ميت اميس لو هشغل في امصان رجالي مسلا فالميت اميس دول هيطلعوا تسعة وتسعين ليه اخر اميس في مشكلة في اتنين سنتي في الطول اللي مفروض عنده على ترابيسة القص فبالتالي اخر قميس فبالتالي هو كده ايه خسران اميس طبوا لو بيبيع القميس مثلا بميت جنيه فهو خسران في الجزء ده ميت جنيه لانه لازم يتقص ده هيتريمي فبالتالي هو عشان ما يعملش المشكلة دي بياخد الاطوال زي ما بيطلبها بيطلب منك مئة متر يبقى لازم تعمله مئة متر طب طلب منك مئة متر وعملته مئة متر واتنين سنتي ما فيش مشكلة مية واحد متر مافيش من تعديت الطول المطلوب. ده اللي احنا بنعمله في مادة التخطيط. احنا بنحاول نوصل للاطوال والاوزان. طبعا والعروض هي الاطوال من دام للعروض عندنا. بنحاول نوصل بالاطوال والاوزان للاطوال والاوزان المطلوبة في المؤيسة اللي جايلي من صاحب المصنع او المستخدم اللي بيطلب مني او العميل بتاعي اللي بيطلب مني الانتاج بتاعي. فبالتالي لازم احافظ على الحاجات دي. يمكن مادة التخطيط هي المادة المهتمة بكوز ايه دي لان هي المادة اللي مليانة الحسابات الخاصة بتخصصي. طيب انا بتكلم على الاطوال طبيعيا الاوزان هتعمل لي ايه? مثال بسيط. لما بنروح نشتري بطنية. والبطنية دي فارش غطى. يعني اغطية من ضمن الاغطية. بتلاقي الناس اللي بتشتري بتشتريها بالوزن. خد بالك انا مش بتكلم عن ان انا بجيب قميس بالوزن. هو القميس فعلا برضو بيطلعوا بالوزن. بس انا بتكلم عن الدارج العام مع الناس. البطنية بالوزن. هنلاقي في بعض الاحيان السجات بالوزن. هو مش بتتبع لك بالوزن. هو انت بس بيقول لك مثلا ان البطنية التمانية كيلو دي. وفي بطنية ستة كيلو وفي بطنية اتناشر كيلو. فدي لها سعر ودي لها سعر ودي لها سعر. طب انا جبت الوزن ده منين? وليه العميل بتاعي او اللي هشتري الغطى مني او الاغطى مني او البطنية بيهتم بحطة الوزن. لان هو كل ما زاد بالنسبة له وزنها هتساعده على ان هي تحافز على درجة حرارته اثناء الغطى في الشتاء. فبالتالي ازا كانت كسافة او كمية المادة اللي متصنع منها البطنية دي كتيرة في المساحة اللي قدامي ده يديني فتحات او مسامات بين الخيوط وبعضها قليلة جدا. فبالتالي هيمنع تصرب البرد اللي داخل الغطى. فبالتالي المكان المقفول ده هيوصل معي لدرجة حرارة كويسة. تساعدني ان انا اكمل نوم. طيب اله لو كان وزنها قليل معنا كده المسافات العدد الخيوط الموجودة في مساحة بتاعتي بدأت تقل. فالمسافات وسعت. فبالتالي كمية العزل اللي هتعملها ما بين الجسم وبين الجو الخارجي هتبدأ تقل. العزل قليل معنا كده انها هتصرب نسبة من البرود. فبالتالي مش هتديني التدفية المطلوبة. مثالي كده لو انا جبت نوع من انواع الاغطية اللي هي وزنها خفيف او بالشكل ده. هلأ ان انا عشان اوصل لدرجة الحرارة اللي انا عايزها عشان تريحني طبعا لو خصوصا لو كان في في جو شتا اه شديد هتلاقي ان انت في بعض الاحيان في بداية الشتا بيبقى الغطى بغطى واحد او بطنية واحدة. بعد ما بتدخل في الشتا شوية بتلقى ممكن ساعات لو البطنية تقيلة فبالتالي هكتفي بوحدة طبلة وخفيفة. هتضطر تحط اتنين مع بعض. وده اللي بيحصل مع كل الناس. فبالتالي وزن القماش اللي بقى على جسمك عالي. فبالتالي انت بتحاول تقفل او تسد المسام المفتوحة بين الخيوط وبعضها عشان توصل لدرجة الحرارة او درجة العزل المطلوبة وبين الجو الخارجي وبين الجو اللي انت هتعمله لنفسك اللي انت هتنام فيه. فبالتالي ده مثال للاوزان. طيب الاوزان بقى تعالوا نقسها على القماش العادي. احنا كده قسناها على قماشة الفرش والاغطية. تعالوا نقسها على القماش العادي. اميس. انا هجيب اميس وهجيب وزنه تقيل. يعني انا هحط وزنه تقيل في الخيوط في الاميس ده. عدد الخيوط اللي في وحدة المقاسية بالسانت او بالبوصة عايز زيد. فبالتالي هيعمل لي اه تزاحم او تكدس للخيوط جنب بعضها. ده هيمنع تصرب الدرجة الحرارة الخارجية لجسمي. يبقى الاميس ده هيكون اه مقفل قوي. فبالتالي معنى الكلام ده اني لازم استعمله في فصل خريف. لو شتا قوي ولا هو ايه صيف قوي. يعني في الفترة اللي احنا هنبدأ ندخل عليها في دلوقتي. طيب لو انا عايز استعمله في الصيف. هقلل سمك الخيوط. يعني هقلل وزنها. يعني وهقللها كمان في وحدة المقاس. فبالتالي المسافات ما بين الخيوط وبعضها هتبقى واسعة. فده هيساعد على تصرب كميات الحرارة الخارجية للجسم. وكمان لو كنت بتستخدم اميس من القطن. هيساعدك على امتصاص العرق. فبالتالي مع الاقل نسمة هوا موجودة حواليك وانت بتحرك هتحس باحساس مريح. فبالتالي هتقدر تستحمل اه لبس الاميس عليك. فبالتالي خف الوزن بالشكل ده. اديك احساس بالراحة خصوصا لو كان الخامة المصنوع منها الاميس هي القطن. ده برضو مسال على الاوزين. فبالتالي هنلاقي ان معظم الملابس بتاعتنا فيه فصل الصيف بتكون خفيفة. وفصل الشتاء بتكون تقيلة. الخامات اللي بتتصنع او منها الملابس في الصيف بتختلف شوية مش كتير عن الملابس اللي بتكون مصنوعة في فصل الشتاء. نسبة الملابس او نسبة النالون في الملابس في فصل الشتاء ممكن تزيد مع ان النالون انا مش شاف ان هو بيعمل اكتر من هو بيزيزي ما تقول ايه بيحتفظ بدرجة الحرارة زيادة عن اللازم غير القطن بيديك بيلطف الجو حواليك. فبالتالي لو طبعا ما فيش في الشتاء عملية العرق. فبالتالي بيبقى ممكن قلبس ملابس من النالون. بس في مشكلة تانية هتقابلك. اذا كان عندك في جسمك حساسية من النالون. فبالتالي ده هيعمل احمرار في الجلد. فبالتالي صعب انك انت تلبس النالون على جسمك مباشر. فبتلبس ملابس قطنية ما بين الملابس النالون وبين جسمك. فبالتالي هتساعدك برضو على الراحة في الاستخدام. حاجات كتيرة جدا بنتكلم فيها في جزئية دي. لكن برضو في بتعلي بقى نتكلم عليها في الوجه التخصصي. احنا كده بتتكلمنا في الوجه العام. اللي هو بيهم المشاهد العادي. تعالى نحاول الكلام ده ليه كلام تخصصي. في الكلام التخصصي الاوزان والاطوال بتساعدني على تجهيز كميات من الخيوط تساهم وتساعد في انتاج الكمية المطلوبة. بمعنى لو قال لي انا عايز مية متر قماش من خامة اه قطن الخيوط بتاعتها تكون السيدة نمرت كزا واللحمات من نمرت كزا. انا كمصنع نسيج بياخد المقايسة بتاعتي دي او الطلب بتاعي دي وببدأ ابرمجه واه احلله بناء على البيانات اللي انا بستخدمها فبالتالي هقول اه ده هو عايز نمرت تلاتين لخيوط القطن اللي هو الخاص به السيدة ونمرت اربعة وعشرين لخيوط اللحمة طيب يبقى انا هنا لما اروح المغزن هقول اللي بتاع المغزن عندي والله انا عايز اه مثلا تلاتين كيلو من نمرت اربعة وعشرين قطن واربعين كيلو من نمرت تلاتين قطن بس ومش هتتكلم حاجة تاني اكتر من كده فبالتالي هو هيجيب لك الكميات عبارة عن اوزان انت هتاخد اللحمات هتروح تلفها او تتركبها على المكانة مباشرة ازا كان عندك مكانة من المكانات الحديثة وهتاخد خيوط السيدة اللي هما الاربعين كيلو الباقيين وتبدأ تعمل لهم عملية تزدية على الدورة يبقى انت كده سديت وجهزت اللحمة بتاعتك جهزت المكانة بتاعتك بتاعتك تشتغل مفروض الكميات اللي انت طلبتها دي تنتج لك كم متر تنتج مية متر في النهانة طبعا انا قلت مثال اه مش على الطبيعة على الطبيعة لازم يكون عندنا حسابات عشان نقول اه الكمية دي فعلا هتطلع المية متر لكن تعالي بقى على حسابات تانية كنا بنحسبها في سنة تانية وهي المسافات الباينية بين خيوط السيدة واللحمة وكمان بتعمل حساب التعاشقات يبقى انا كده يبقى المسافات الباينية والمسامات اللي هتكون ما بين الخيوط وبعضها هتسمح بمرور اه الهوى او مش هتسمح لو عملية التجدس دي طبعا ليها اختبارات عندي في مادة تانية اسمها مرقبة الجودة. فبالتالي لو النهاردة هنتكلم عن جزء الخاص بالاوزان والاطوال في مادة التخطيط طبعا لما نبدأ المنهج بتاعنا هنبدأ بشكل طبعا مفصل عن اللي احنا بنتكلم في دلوقتي. لكن تعال نقول هندي بعض الامثلة الخاصة بالنوع ده من المواد. آآ في حاجة مهمة طبعا اللي احنا طبعا زي ما قلنا احنا بنتكلم عن طريقة المذاكرة بنكمان بنتكلم عن ازاي اقدر استوعب الكم ده من المعلومات. ازا كان بالنسبة لمادة التخطيط عندنا احنا عارفين ان فيها جزء نظري وجزء آآ اللي هو العملي الخاص بالحسابات. انا بسميه عملي لكن هو مش عملي في الورشة. وبالنسبة لنا احنا الجزء الخاص بالحسابات. يبقى جزء نظري صرف بتتكلم بس عن المشروع وازاي بعمله وكمان ازاي بأسس المشروع. والادارة الخاصة بالمصنع ده اخدناه في حلقات سابقة وكلمنا فيه وكان مهم جدا آآ للناس اللي بعد التخارب ان شاء الله هتبدأ تشتغل على المشروع. وقلنا كمان في الموضوع ده في الجزء ده يفضل فيه كتاب في آآ تخصصات التجارية في مرحلة الدبلوم. بيتكلم عن المشروعات. المادة دي موجودة عندنا في تالتة تجاري. ليها حلقات موجودة عندنا برضو على قناة اليوتيوب الخاصة بنا. وفي مادة مهمة جدا برضو بس في التجاري برضو احب برضو الطلبة بتاعتنا تطلع عليها لان برضو مهمة. وهي قوانين نعمل. ونتمنى نتمنى ان شاء الله مع تطوير يمكن فيه جزء من الكلام ده بدأ يتطبق فعلا وهو مادة الجزء الخاص بالمشروعات ودراسات الجدوى. هيبدأ يتطبق ان شاء الله مع نظام الجدرات في تخصصات الصناعية. لكن تعالى بقى على الجزء الخاص بقوانين العمل. قوانين العمل ده جزء مهم جدا للناس المقبلة على المشروع. ومش كده وبس كمان والناس اللي بتشتغل في آآ مؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية او مؤسسات خاصة. الجزء الخاص بالقوانين العمل طبعا هتلاقي اللي انكاب بتاعته عندنا على اليوتيوب. اكتب بس قوانين العمل والتأمينات هتلاقي الحلقات الخاصة بها. فدي هتساعدك الثقافة بتاعتها هتساعدك ان انت ازاي آآ تتعامل مع صاحب العمل وازاي صاحب العمل يتعامل معك. اللي هي واجباتك في عملك وواجبات صاحب العمل معك. ازاي آآ يبقى في علاقة آآ كويسة بينك كعامل في مصنع طبعا اللي عامل باي معنى. حتى لو انت محاسب فبالنسبة لي انت بتعمل في المكان فبالنسبة لي مسمى عامل. لكن مش معناه انه عامل آآ آآ حاجة مخالفة او حاجة تانية غير الوظيفة بتاعته. يعني مش تقليل من كلمة عامل لكن اي حد بيعمل في مكان فهو عامل للمهنة او المهارة بتاعته. فخلنا نبعد عن الجزئية دي ونقول انت كعامل بوصفك سواء كنت محاسب او واقف على مكانة او مهندس شغال في المصنع آآ بصفتك دي انت في علاقة مفروض بتبقى ما بينك وبين صاحب العمل. فبالتالي مين اللي بيحدد العلاقة دي هي القوانين دي. فبالتالي وان شغال في مؤسسة لازم ابقى فاهم وعارف ايه القوانين دي. فبالتالي اقدر اطلع عليها. وتكون عند ثقافة في الجزئية دي بتساعدنا اكتر بيكون يعني بيخلي الشخص اللي بيتعامل في الجزئية دي بيكون مميز شوية. انه فاهم ازاي يتعامل مع صاحب العمل. وكمان عارفه واجباته وعارف حقوقه. فده برضو جزء مهم جدا. اتمنى تتطلع عليه. الى حين ان احنا نحاول يكون عندنا الثقافة دي تكون منتشرة يعني. وان شاء الله طبعا من دمن الحاجات اللي تخليك او تساعدك في عمل مشروع. طبعا نرجع الخص الجزء الخاص بالاوزان ونبدأ نشوف ايه هو المشكلة في الموضوع ده. اولا المشكلة اللي مفيش مشكلة. لو انت شاطر في سنة اولى في مادة التراقيم. انا عارفين المادة دي كان اسمها تراقيم في الصف الاول. وفي سنة تانية او تالتة تحولت لمسمى تخطيط. فلو انت شاطر في التراقيم وعرفت القانون الاساسي بتاعك اللي هو بتاع النمرة سواء كانت الانجليزية او الفرنسية لانمرة طول ثابت والوزن الثابت لو انت حافز وفاهم القانون ده كويس وبتعرف تستنتجه القانون ده ما تغيرش لا في سنة تانية ولا في سنة تالتة. كل اللي حصل ان انت بتعمل عملية تفكيك للقانون او تفكيك للمعلومات اللي معاك عشان تركبها جوه القانون. القانون ده كان بيكلم عن النمرة بتساوي اه لو هي كانت مسلا النمرة انجليزية اه بالنسبة لي فهنقول النمرة كانت بتساوي ايه? هتساوي الطول بالياردة على الوزن بالرطل في السابت. والسابت بتغير حسب الخامة. يبقى النمرة الانجليزية هي الطول بالياردة على الوزن بالرطل في السابت. النمرة الفرنسية او النمرة طول ثابت احنا كنا مع موضحينها بنظام المقص وكنا بنقول المقص فيه اربع اركان. الاربع اركان دي بقى اللي وزن النمرة تحتيها اه وزن والطول تحت اه السابت تحته الطول. فبالتالي كنا لما بنحتاج النمرة كنا بنقول الطول السابت في الوزن على الايه الطول الاساسي اللي معك. فبالتالي ده اللي كان في النمرتين او في حساب النمرتين. كل اللي هيحصل ان احنا لما هنيجي نشتغل على الجزئية دي هنيجي نمسك القانون ده نمرة واحد بتاع الوزن السابت او القانون الطول السابت ونبدأ نضيف عليه الاطوال في اماكنها والاوزان المتعددة في اماكنها ونبدأ نحسب حسابتنا وهو هيحسب لنا المطلوب. تعالوا نتكلم بقى عن الجزء الخاص بالاوزان واول جزء عندي فيه وهو بالنسبة لي يعني ايه اوزان? اول حاجة بيقول لي ايه? يجب تحديد الكميات التي سيتم صرفها من المخازن واللي هو بيستلزم شراءها اه اه لكلة من السدى واللحمة. طب اه انا بتكلم عن الكميات المطلوبة اللي هيستخدمها في السدى واللحمة. طيب بالنسبة الوزن السدى. وزن السدى عند حساب الوزن يجب اعتبار طول الخيط جميعه كفات لوحدة. طيب الكلام دوت عشان يقدر يعمل حزبة بتاعته. طيب اه بيضيف كمان حاجة معاه اللي هو اضافة المستهلك لهذا الطول ثم يتم حساب الوزن. طيب هنا في حاجتين في الجزئية دي. هنا بيتكلم عن حساب وزن السدى. بيعتبر خيط السدى جميعه كفات لوحدة. وبيضيفه وكمان بيضيف عليه الكمية اللي بيقول عليها اللي هي نسبة الاستهلاك. يعني ايه نسبة الاستهلاك? نسبة الاستهلاك بالنسبة لي هي الكميات اللي هي اه مفروض بتضيع مني اثناء عملية التشغيل. الكميات دي عبارة عن ايه? هي عبارة عن التشريب. طب ويعني ايه تشريب اصلا? التشريب عبارة عن اه التعاشقات اللي بتتم ما بين خيوط السدى واللحمة. فبالتالي بتفقت جزء من الطول. طب جزء الطول دوت انا لازم اكون اعمل حسابه. عشان كده لو انا حضرت ميت متر سدى. اه هحطه في المكانة بتاعت عشان اعمل به نسيج. الميت متر دول هيطلعوا اتنين وتسعين متر. اه واحد وتسعين متر هيقلوا. طب التمانية متر دول راحوا فين? راحوا تعاشوا قيل. ده احنا بنسميه مستهلك. فالمستهلك ده لازم اكون انا عامل حسابه كمان على الوزن بتاعي وانا بجمع او انا بحضر الكيميات بتاعت. فبالتالي تحضير الكميات دي اللي انا بكتكلم بقى على الجزء التخصصي انا بحضر كميات من السدى واللحمة. الغرض منها انه يعمل ايه? يجهز الكميات المطلوبة لانتاج او لنسج قماش معين. بناء على ايه? بناء على الحسابات اللي احنا بنحسبها دي. طب تعالوا نكمل كده ونقول. طيب هنا بيقول لي السدى طوله مية واربعين يارضة. وعرضه مية وعشرين بوصة. وبعد اربعة وبيعد باربعة وستين فتلة في البوصة. يعني عدد فتلة البوصة اربعة وستين فتلة في البوصة. من القطن نمرت اربعين. فما وزن هذا السدى بالارطار الانجليزي. هنا بجيب وزن السدى. فيه فرق طبعا بين وزن السدى ووزن اللحمة في الحسابات هي بس الاضافات الخاصة بتاعت السدى. لكن تعالوا نشوف هيكمل الجزء ده ازاي? اول حاجة بيقول لي عدد فتل السدى جميع وبيساوي. اربعة وستين في مية وعشرين. مية وعشرين طبعا العرض. واربعة وستين دي عدد فتل السدى في البوصة. هنا عايز يجيب جميع فتل السدى اللي موجودة عندي في السدى ده. فطلعت سبعة تلاف ستمية وتمانين فتلة في السدى جميع. هنا لازم يجمعهم على بعض كأنه هم فتلة واحدة عشان يقدر يحسب وزنهم. هنا بيقول لي ايه? طول السدى بيعتبروا فتلة واحدة هيساوي. السبعة تلاف ستمية وتمانين فتلة هيتضربوا في مية واربعين. مية واربعين ده طول الفتلة الواحدة. فبالتالي بيطلع لي الرقم ده الكبير ده اللي هو مليون وآه خمسة وسبعين الف ومئتين يارضة. ده الطول الاجمالي للسدى كأنه فتلة واحدة. طيب هنا بقى في الحالة دي هيبدأ يروح على جزء تاني وهو عدد يارضات الرطل الانجليزي من نمرة اربعين قطن. هيقول لي نمرة اربعين قطن في تمنمية واربعين هتساوي آآ تلاتة وتلاتين الف وستمية يارضة. طيب هنا بيتكلم عن حاجتين مختلفين عن بعض. هنا بيحسب السدى كله. يعني انا هنا عرفت الطول بتاع السدى كله. وهنا جاب طول الايه الرطل الواحد لنمرة اربعين. بديه كده من الشكل اللي انا شايفه وطبعا هو بايد عن القانون بتاعنا شوية لكن احنا نرجع لقانون بتاعنا تاني. لكن كل اللي هيعمل لو اسم الرقم ده على الرقم ده. هي الديني الوزن المطلوب. لانه هنا بقى عنده كمية بدون وزن. وهنا عنده كمية لها وزن. فبالتالي لو عمل بس طرفين فساطين اسم رقم الطول الاساسي عندي على طول الرطل الواحد هيدينا عدد الارطال المطلوبة. دي فكرة طبعا الرياضية واحنا طبعا زي ما قلنا المادة شبه الرياضية فبالتالي يفضل ان اكون حابب الرياضة عشان برضو اقدر اسطن بالطرق للحال. هنا بقى بيقول لي ايه? وزن السدى بالرطل. هيجيب الطول الاجمالي على طول الرطل الواحد. الطول الاجمالي اللي احنا قلنا عليه لو كان موجود عندي في الجزء ده اللي هو رقم اتنين في المسألة. لو طول السدى باعتباره فطلة واحدة. على طول ايه? الخيط للرطل الواحد. فبالتالي لو اسم الرقمين دول على بعض. على طول كده طلع لي عدد ارطال اللي محتاجها من النوع ده من الخيط. يبقى انا هنا كده جهزت الكمية المطلوبة. يبقى انا المفروض لما روح المخزن اقول له حضر لي اتنين وتلاتين رطل من خيط نمرة اربعين. لما يحضر لي الرقم ده يبقى انا عارف ان انا هنتج خيط فيما بعد بقى. هقسم الخيط دوت اه على الاطوال اللي انا طالبها. وبعد كده هبدأ عملية نسجها. طبعا هديني الرقم المطلوب اللي هو اربعة وستين فتلة في البوصة. وهديني العرض بتاعي اللي هو المية وعشرين سنتي. وهقدر انتج القماشة بتاعتي بالطول وعدد الخيوط ونوعه كمان الخيط المطلوب. هنا بقى هنيجي للطريقة التانية وهي الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو الطريقة او الخطوة الوحدة. في الخطوة الوحدة دي رجعنا للقانون بتاعنا بتاع زمان. اللي هو قانون الوزن بيساوي ايه? الطول بالياردة على النمرة في طول الشلة. طول الشلة هنا عندي انا عندي خيط قطن فبالتالي طول الشلة هيكون تعمل مئة واربعين. هنا بقى هيجيب الطول بالياردة على النمرة. النمرة عند اربعين. مبدأي كده هيبقى عندي اربعين تحت في تمنمية واربعين. المشكلة بقت عندي في الطول. طيب هنا عشان بقى يحط الطول بقى هيعمل ايه? اه. ده هنا هيشوف عدد فتل البوصة. وهيدربها في عرض السدب البوصة. تمام كده? وبناء انا عليه هيديني الكلام بتاعي ده وهيبدأ يشتغل بقى عليه اللي هو الطول الاساسي الوال مئة واربعين كمان هتضرب فيها. فبالتالي كل ده رح مديني طول السدى كفتلة واحد. تعالوا شوفها يحلها ازاي? هنا بقى القانون بيقول لي ايه? عدد فتل الوحدة سواء كانت بالصنط أو البوصة. عرض السدى بنفس الوحدة لو كان بالصنط يبقى بالصنط لو كان بالبوصة يبقون بالبوصة. بعد كده طول السدى بالياردة. بعد كده نسبة الاضافة. الجديد هنا عندي نسبة الاضافة. نسبة الاضافة دي بتضاف عشان خاطر اعمل حسابي في كميات المطلوبة ما منفعش انا اضيف كده او احط الارقام بتاعتي بدون ما اعمل حساب الفائد من الطول تعالوا بقى نعوض الارقام هنا بقيت اقل واسهل هتبقى اربعة وستين فتلة في البوصة في عرض السدة بالبوصة مية وعشرين في مية واربعين اللي هو طول السدة بعد ازا كان هنا عندي اه حملتي اضافة للمستهلك فبالتالي بعد الاضافة ازا كنت لسه ما فيش حساب اضافة فبالتالي انا عندي المية واربعين موجودة على اربعين في تمنمية واربعين هتساوي اتنين وتلاتين رطل ده طبعا طلع نفس الناتج اللي احنا شفناه في المسألة السابقة يبقى عندي طريقتين طريقة خدنا فيها اكتر من خطوة وكانت مزعجة يعني انا بالنسبة اللي بتزعجني اكتر من خطوة دي فبالنسبالك انت جامعة انت بتحل لو حابب تفهم فبالتالي ده يوديك في مكان تاني خالص وانت بتحل هتحس ان انت بتحل حاجة جديدة مع ان المنهج متغيرش طريقة الحل متغيرتش كل اللي حصل ان شكل المسألة بس هو اللي كبر شوية فلما كبر شكل المسألة اديك احساس بانك انت بتاخد حاجة جديدة عشان كده طلبة بتاعتنا واحنا في سنة قلة بنقول لهم ايه خلي بالك لو كنت شاطر في مدى التراقيم في الصف الاول هتساعدك لما توصل سنة تالتة لان القانون مش هتغير لكن طريقة الحل هي اللي هتتغير لو انت مركز وزاكي في الجزئية دي هتقدر تحل باي شكل من الاشكال فبالتالي خلي بالنا كل اللي هنعملناه هو رجعنا القانون النمرة القديم بتاعي اللي هو خاص بالنمرة الانجليزية واستعملناه في حل مسألة انا عايز وزن يبقى خلاص يبقى الطول على النمرة في السبت مش محتاجة اي كلام طب الاطوال عندي مش واضحة حاول توضحها لو الاطوال عندك وحدات غير الوحدات المطلوبة اللي هي كانت بالمتر وانت عايزها باليرضة حاول التحولات بتاعتك عشان تقدر تحل الوحدات بتاعت العرض مش متفقة مع وحدة المقاس اللي جاي بيها العدد الفتل واحد لاتنين يعني لازم تبقى عندك عرض الصنطي وعدد فتل الصنطي او عرض الصدى بالبوصة وعدد الفتل بالبوصة لو جي العكس حط تحولاتك عشان تقدر ان انت تتحول وازن التحولات احنا خدناها في الصف الاول وكانت سهل علينا ومفروض ان احنا تقريبا حفظناها لكن هي لو ركزنا فيها اللحظ ان هي تحولات من فترة الابتداء واحنا بناخدها لها من بوصة لصنطي او من صنطي البوصة فالتحولات دي بسيطة وسهل ان احنا نتعامل معا تعالوا نشوف اه حاجة تانية او مثال تاني هنكبر المسال شوية ونحط اضافات عليه بيقول لي صدى عرضه مية وخمسين صنطي يبقى عرض الصدى مية وخمسين فمش تعدته تمانية وتلت صنطي مطرح تلاتة فتلة في الباب من خيط رقم مية وعشرين تكس طول الصدى تلتمية وستين يارضا فما وزن الصدى بالارطال الانجليزية مع اضافة هنا بقى هيبدأ يضيف مع اضافة خمسة في المية استهلاك هنا بدأ يضيف نسبة الاستهلاك طبعا نسبة التشريب المطلوبة هنشوف هيحلها ازاي طبعا في اجزاء هنا لازم تتحل الاول بالطريقة العادية قبل من اطلع على القانون وخصوصا التطريح لان انا هنا ما عنديش فتل الصنطي انا عندي التطريح فبالتالي بناء انا على تطريح تلاتة فتلة في الباب ولو انا جبت ابو بالصنطي هضرب ابو بالصنطي في التلاتة هجيب فتل الصنطي وهكمل مسألتي بسهولة بلازم الخطوة دي تتحل رقم واحد هنا حط الحل كله مرة واحدة بيقول لي ايه عدد ابو بالصنطي هتساوي مية على تمانية وتلت طبعا تمانية وتلت هي العادة والمية بتاعتي دوت الرقم السابق بتاع العادة فهنا بتقول هنتساوي مية على خمسة وعشرين على تلاتة كمان يبقى فيه اتنين على هنا مع بعض فبالتالي يبقى فيه حسابات تانية هنا هتساوي اتناشر باب في الصنطي يبقى هنا عدد المشت بتاعي ده اتناشر باب في الصنطي في الحالة دي هقول عدد او باب الصنتي في التطريح. ده الخطوة رقم اتنين. قال لي عدد او باب الصنتي. قال لي اتناشر باب في الصنتي. التطريح عن تلاتة فتلة في الباب يبقى تلاتة في اتناشة هتساوي ستة وتلاتين فتلة في الصنتي. طيب هنا بقى اصبح ان عنده حاجة اللي هي الطريقة بتاعتنا اللي هي طريقة الحل العادية. هنا اقول لي ايه? عدد ياردات الرطل من نمرة مية وعشرين تكس. هنا انا عندي الخيط تكس. فبالتالي هيبدأ يتكلم فيها بطريقة تانية بقى. هنا المرة هيحلها. آآ هيجيب الطول عنده بالياردة. بعد جينا هيرجع يجيبها بالرطل. مية وعشرين تكس دي طبعا احنا قلنا من نظام التكس عشان يجيب الطول بالياردة محتاج يحط تحولات. لان النمرة تكس عندي مفروض فيها الطول بالمتر والوزن بالجرام. فهنا طبعا هيبدأ يحول المية وعشرين تكس دي عشان يجيب الطول بالياردة بتاعها. هنا هيقول لي الف اللي هو السابق بتاع التكس. على مية وعشرين اللي هي النمرة بتاعتي. وهنا طبعا ربا مية تاتة وخمسين وستة من عشرة دي هي العشرة بتاعتها تحت لكن هي احنا بس حتة الرياضية نزلة العشرة كان بدل العلامة. ده الوزن عندي اللي هو المطلوب اللي هو واحد رطل. فبالتالي محطوط الرقم بتاع بها. كان هنا السابق في الوزن على النمرة. هنا طبعا الطول عندي هنا ده بالمتر يحول من متر الاردة. يبقى هنا الالف السابق في الوزن كان بالجرام حولناه للرطل. والنمرة عندي مية وعشرين آآ تيكس. وطبعا التحويل خمسة ترتين على تنم تلاتين عشان يحول السابق من متر اللي يرضى. بعد التحويل وصل لي الطول بتاعي اللي هو اربعة تلاف مية اربعة وتلاتين يرضى وجزء من الف. تمام كده? هاجي هنا بقى على الوزن بالرطل الانجليزي. هنا عايز يحول الكلام ده لوزن. هنا فيه جزء مهم جدا بقى عندي. هنا هو بدأ يحط الايه الارقام بتاعتي اللي يتكلم فيها في الاساس. هنا ده عدد فيتل السنطي الستة وتلاتين. disagيabbاء واحد عندي. بعد كده المية وخمسين بتاعت دي اللي هي الطول اللي عندي اللا الاول دي العرض. وطلتمية وستين هي الطول. واضاف لي هنا المية وخمسة اللي هي نسبة لاستهلاك. نسبة الاستهلاك اللي هي مية آآ اللي هي خمسة في المية تعتبر مية وخمسة على المية. بعد ما حط الارقام دي كلها اسمها على الطول الخاص برطل واحد ونتاج لفي النهاية ربعمية تلاتة وتسعين وسبعة من عشرة رطل. يبقى انا عشان انتج القماشة دي محتاج ربعمية تلاتة وتسعين وسبعة من عشرة رطل. اما اروح المخزن بتاعي وهطلب الارقام دي هاخدها وانتج بيها المؤيسة بتاعتي بيه الاطوال المطلوبة وحسب طبعا التطريح اللي انا حسبته معي. طب هنا بيديني مثال تاني برضو بيتكلم على نفس الموضوع بس هنا طبعا قال لي المرة دي الصوف والنمرة هنا هتبقى اربعين على اتنين. الخيط مزدوج. طوله تلتمية وعشرين متر عرضه تمانين سنتي. مطرح في مشت آآ عدد الابواب بتاعته عشرة باب في السنتي. التطريح بتاعي اتنين فتلة في الباب. احسب وزن السدى. هنا طبعا هو مديني عدد الابواب فخلاص كلها هجيبه هجيب فتل السنتي. واضربها في التمانين عشان هجيب فتل السدى جميعه. واضرب الكلام دوت في الطول اللي هو تلتمية وعشرين عشان يحسب لي ويقول لي ان الكمية دي آآ طولها كفتلة واحدة كام. وبناءنا عليه هبدأ احسب الايه? احسب الوزن الخاص بالسدى ده بالارطار. هنا بيقول لي ايه بقى? نرجع لقانوننا التاني اللي هو السهل بتاع النمراء الانجليزية هو الطول على النمراء في السابت. الطول عندي هنا هيقول لي عدد فتل الوحدة. في عرض السدى بنفس الوحدة. في طول السدى باليارضة. هنا طبعا ما كلمش عن الجزء الخاص بنسبة الاستهلاك. فالقانون بتاعي مش موجود في جزء بتاع الخاص بنسبة الاستهلاك. هيعود بقى عشرة في اتنين دي فتل الصنطي. عشرة في اتنين فتل الصنطي. منين? الاتنين كانت التطريح والعشرة عدد اوباب الصنطي. فاذا ضربنا عشرة في اتنين. هيديني اشرين. وده فتل واحد صنطي. هاضربها في ثمانين اللي هو عرض السدى هديني فتل السدى جميعه. هاضربها في تلتمية وعشرين اللي هو طول السدى. هيديني طول السدى كفتلة واحدة. وطبعا الكلام ده كله كان شغال بالمتر لو ضربته في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين. هحوله باليارضة. يبقى الجزئية دي كده. اللي احنا بنشاور عليها كده. مقصود بيها طول باليارضة. طول باليارضة. عشرة في اتنين. اللي هي الابواب الصنطي في التطريح. في تمانين عرض السدى. في تلتمية وعشرين طول السدى. ولان الاطوال ديت بالمتر اتضربتها في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين. عشان احاول من ايه من متر ليرضة. كلام ده طبعا اه هيكون مقصوم معاها تحت نمرة الخيط اللي هي عشرين. وكمان اه مضروبة في طول الايه الشلة الخاصة بخيط الولن. وهي كانت ميتين ستة وخمسين. الناتج بتاعي هيكون مية وتسعة آآ رطل وتمانية وتلاتين من مية. يبقى دي كمية المطلوبة مني عشان احضرها من المخزن. واخدها احطها عندي على التجهيزات بتاعت سواء كان في عملية التزدية. وبعد كده ابدأ ان انا اعملها عملية اللاقي والتطريح. واروح اركب على مكانة النسيج. وابدأ عملية النسيج الخاصة بي. فبالتالي انا كده آآ جهزت السيدة بتاعي وكمان شفت طرق كتير جدا لحساب الاوزام بتاعتي بيه الشكل المطلوب. طيب انا هنا عشان اتكلم بقى عن وزن اللحمة اللي هو الخط اللي هيبقى ماشي بالعرض. انا كل اللي تكلمنا فيه من شوية ده. كنا بنتكلم عن وزن الخيوط الطولية. اللي هيتعامل مع الخيوط الطولية هيتعامل مع الخيوط العرضية. او مع اللحمات. بس هنا في مشكلة. اللحمات مفهاش تطريح. فبالتالي لازم يديني عدد فتل وحدة المقاس في البداية. لان مش يكون عندي مشت عشان اضرب فيه اي حاجة تاني. فبالتالي انا في البداية عارف ان انا عندي عشرين فتلة في الصنطي او لحمة معلش او تلاتين لحمة في الصنطي او ايا كان اللي عدد موجود عندي في البوصة كمان. فبالتالي باخد الارقام دي وابدأ احسب على اساسها الحسابات بتاعتي. فتعالوا نتكلم عن وزن اللحمة. وبرضو نفس الفكرة هجيب لحمات السدى جميعه وهجيب كمان اه كأنه هما فتلة واحدة عشان يبقى عندي طول باليرضة. كل الهدف ان انا اوصل لطول باليرضة واقسمه على نمرة في ثابت عشان اطلع الوزن. عشان لما اروح المغزن اقول له هاتلي مية وتسعة رطل من خيط اه قطن نمرة تلاتين وهاتلي تمانين او تلاتين رطل من نمرة اربعة وعشرين للحمة. طب انا بقول له ليه السدى عشان خلي باله هو السدى بيكون نظام خيط مزدوجة ممكن اقول له ستين على اتنين اه اربعين على اتنين ايا كان الرقم اللي هتتشتغل به. اما في اللحمات هنلاحظ ان معظم اللحمات اللي بتشتغل عندنا في النسيج بتكون فردية. قليل جدا لما حد بيستخدم لحمة اه مكونة من خطين او تلاتة في الانسجر بتاعتنا. بتبقى لها هدف معين عشان تكون موجودة عندي. لكن في الاساس انا بشتغل لحمات بتكون اه فردية. طب تعالوا نشوف ازاي بيتم حسابات الاوزان الخاصة باللحمة. هنا بيقول لي فيه المسال اللي يكون معنا ده طبعا قبل المسال فيه جزء مهمة جدا لازم نعرفه. بيقول لي ايه? يحتاج ايجاد وزن اللحمة الى معرفة. ايه? عدد لحمات واحدة المقاس ده مهمة جدا. طول القماش اللي هيتم نسجه اه عندي على المكينة. بعد كده نمرت الخيط المستعمل ونوع واسلوب ترقيمه. انا هشتغل بيه ترقيم اه انجليزي ولا ترقيم اه طول سابق. حسب ما انا هشتغل. فبالتالي لازم اقعد خلي بالي من الجزئية دي. طيب هنا بيقول كمان بيقول لي خلي بالك اه مقدار المستهلك اثناء عملية تشغيل. لازم اكون عارفة انا هستهلك قد ايه من الخيوط. طيب تعالوا نشوف كده. الكلام ده عن طريق المسألة. بيقول لي ايه? منسوج عرضه المشت مية وخمسين سنتي. طول الخام تسعين متر. لحمته من ويلن عشرين على اتنين. هنا متكونة من خطين اللحمة. المطلوب ايجاد وزن اللحمة بمعلومية ان عدد لحمات السنتي اربعة وعشرين لحمة. مع اضافة نسبة استهلاك مقدارها خمسة في المية مستهلك اثناء التشغيل. هنا طبعا لو لاحزنا يمكن كان في مسألة من شوية كانت عندنا في السدة وكنا حاطين نفس النسبة خمسة في المية. النسب اللي معانا دي نسب للامثلة. على الطبيعة النسب دي بتختلف. بيكون النسب اللحمة بتتغير او بتختلف عن نسبة السدة بتكون اعلى. طبعا نسبة اللحمة في التشريبات بتكون استهلاكها اعلى. فبالتالي لحسابات كمان مختلفة. فبالتالي بنخلي بالنا من النسب بتاعتنا. وطبعا دي حسابات خاصة بانسيك. تعالوا بقى نشوف طريقة الحل وزي ما اتفقنا طريقة الحل بتاعت سنة اولى. هنرجع لها كده بالشكل ده. هنا بيقول لي ايه? وزن اللحمة بالكيلو جرام. هنا هو عايزها بالكيلو. يبقى هنا في تحولات. بيقول لي عدد لحامات الوحدة في طول القماش الخام بنفس الوحدة في عرض السدة بالمتر في نسبة الاضافة. على عدد امتار الكيلو جرام. هنا طبعا المسألة بتاعتي لو رجعنا لها هنلاحظ ان ايه? هنا بيقول لي ايه? اللي هنا الاطوال والااا بتاعتي والترقيم نفسه ترقيم تكس. طب هنا بدينا اطوال اللي هو الطول التسعين متر دول. دول تسعين متر بتوع طول القماش. هنا اللي ههتم بيه اكتر المية وخمسين سنط دول. لازم المية وخمسين سنط دول يتحولوا المتر. اما دي بالمتر خلاص ما ما فيهاش اي مشكلة مش هتأثر اصلا كان معي في الحل. انا اللي هميني دي لازم تتحول للمرة واحد. ويهميني كنت اعرف هي ان الترقيم طبع ترقيم ايه? هنا طبعا الترقيم تكس. فبالتالي كده كده الوزن بتاعه بيطلع بالجرام. فبالتالي لما اجي يحل مسألة حول من جرام لكيلو جرام. فالتح والات كده بقت واضحة. انا عايز احاول من سنت المتر وعايز احاول من جرام لكيلو جرام. طب تعالوا نشوف الحل مكتوب ازاي? هنا بيقول لي ايه بقى? اربعة عشرين لحمة في السنتي. تمام كده? في التسعين سنتي. اللي هي الاول اللي نمسك واحدة واحدة اللي هي اطوال المعروفة عندي. التسعين سنتي دول اللي هو العرض بتاعي. لا ده هنا اللي عندي تسعين متر معلش. اربعة عشرين سنتي. اربعة عشرين فتلة في السنتي. في التسعين متر. في المية وخمسين سنتي. في الاربعين. تمام? تعالوا بقى نفك بقى انه الكلام ده عبارة عن ايه? عبارة عن قطق ارقام الاول موجودة. تعالوا نشوف كده. الاربعة عشرين قلنا هي اربعة عشرين لحمة في تسعين متر. لازم المتر ده يتحول لآة صنتيات عشان الرقم ده يتدرب فيه. فبالتالي بادربها في مية. يعني بادربها الاول في مية تاني مرة واحد. فبالتالي لو ضربت اربعة عشرين في تسعين في مية هيديني فتل سيدي جميعوا. الموجودين في التسعين متر. طب بعد كده بقى. المية وخمسين دي هي المية وخمسين سنتي بتاعتي. المية وخمسين سنتي بتاعتي دي عرض القماش. لازم تتاسم هي كمان على مية. لازم دي تتقسم على مية. المية رقم واحد دي هي المقسوم بتاع التحويل من سنتي المتر للعرض. طيب بعد كده في الاربعين بتاعتي. وآآ على الف. الاربعين النمرة والالف اللي هي السابت بتاعي. طب هنا دي الالف الاولانية دي سابت. هنا نلاقي الاركام كلها شباب بعضها وعندي مية ومية وعندي الف والف. قلنا المية الاولانية تحويل الصنت دي. تمام كده? والالف التانية اللي جنبها دي السابت بتاع التكس. طيب. وفي الف كمان وفي مية كمان. بتوع ايه الالف دي والمية دي. الالف التانية هو قال لي ايه? الوزن عايزه بالكيلو جرام. وانا عندي هنا الوزن بيطلع بجرام. فلما هقسمه على الف هيحول لي ايه? من جرام لكيلو جرام. تمام كده? طب والمية. المية دي بتاعة النسبة المقوية. انا هنا ضفت نسبة استهلاك مية وخمسة. لازم المية وخمسة دي تقسم على مية. فالجزء ده كده مع بعض. مية وخمسة على مية. ده بتاع نسبة الاستهلاك. والالف دي ده بتاع تحويلت من جرام لكيلو جرام. تمام كده? والمية الاولانية دي تحويلت من صنتي المتر. وعندي مية فوق تحويلت من متر لصنتي. عشان الجزئية دي. كده انا حلت المسألة. لو حلناها برضو مرة تانية كده مع بعض. عشان نفهم الموضوع ازاي? كل اللي عملته ان انا عملت اربعة وعشرين لحمة في الصنتي. في تسعين متر. في مية عشان المتر يتحول لصنتي. كده بقى عندي ايه? عدد لحمات السدى جميع. او عدد لحمات القماشة بالكامل. عايزة خليهم كلحمة واحدة. هضربهم في عرض القماش اللي هو المية وخمسين. صنتي. وهقسم المية وخمسين دول ايه? على مية. هنقسم المية وخمسين على مية. عشان يتحولوا المتر. بعد كده بضربها فاربعين اللي هي النمرة. واقسم على السابت. واضرب في نسبة الاستهلاك المية وخمسة على مية. واقسم على الف عشان الوزن اللي يطلع بالكيلو جرام. يبقى انا طلعت الوزن بتاعي تلاتاشر كيلو جرام. وستة من عشر. يبقى انا لما اروح المغزن. هقول له ايه? انا لو المغزن شغال بالوزن بالكيلو جرام. هقول له والله انا عايز تلاتاشر كيلو جرام من نوع الخيط ده. طب لو المغزن شغال بقى بالايه? بالراطل. حول من كيلو جرام للراطل الرقم بقى عندك. حول من كيلو جرام للراطل. وادخل على المغزن وقول له انا عايز مية راطل. متين راطل حسب الوزن اللي طلع لك. وبرضه هطلع لك الكمية اللي هتحقق لك الانتاج بتاعك. يبقى انا كل الهدف بتاع ده بحضر كميات للصدى بحضر كميات للحمة عشان الاتنين دول يجمع مع بعض ويشتغل على مكانة واحدة وفي نهاية اطلع منتج واحد المنتج ده هيبقى قماشا اقدر ان انا اعمله عملية تسويق فيما بعد طيب وجود بقى الصدى واللحمة مع بعض دول ده كان له وزن وده كان له وزن في البداية لما كنا بنتكلم كنا بنتكلم عن الاغطية وقلنا ان لما بروح اشتري البطنية باشتريها بالوزن حد هيسأل كده بيقول لي هو لما تكون بطنية اتناشر كيلو وانت انا حسبت وزن الصدى ووزن لحمة هي البطنية دي الوزن اللي فيها ده وده وزن الصدى ولا وزن اللحمة طبعا ده سؤال ممكن يحير اللي فاهم هيعرف ان الصدى واللحمة كانوا متعاشقين مع بعض فبالتالي كونه وماشى واحدة فالناتج بتاعي هيكون وزن اللي اتنين الناتج النهائي وزن اللي اتنين مش دعب الاطوال اللي حصلت عندي انا بالحسابات بتاعتي دي هقدر لو انا بصمم بطنية وهنسجها عندي على الماكينات بتاعتي انا عارف ان البطنية دي وزنها اتنواشر او تمانية او ستة كيلو اثناء عملية التنفيذ قبل حتى ما شيلها من على الماكينات وانا فاهم معرف ان كمية الخط الموجودة دي هتطلع الوزن المطلوب ده برضو طريق الحسابات معنا كده ان احنا هنوصل في الحسابات بتاعتنا ان احنا نجمع الوزنين على بعض عشان نطلع وزن المتر الطولي ومن لو انا جبت وقدرت اطلع وزن المتر الطولي هطلع وزن القماشة بالكامل فبالتالي ده اللي بيحصل عشان يحسب لك او يقول لك انت عندك بطنية تمانية كيلو اتنشر كيلو وعشرة كيلو ايا كان القماشة اللي انت بتشتريها فبالتالي ده بيسهل عليك الحسابات طب الحسابات دي بتعتمد على ايه بتعتمد على نمر الخيوط واطولها جبت النمر او الطول هتعرف تحسب الوزن لوحدك وهتقدر تقدر كميات المطلوبة وبعد ما تعمل عملية الانتاج بتاعك هتقدر كمان وزن المنتج اللي طالع عندك ممكن يكون يعني في بعض الاحيان بيجي يقول لك ايه انا هشتري القماش اللي عندك ده بالوزن مصنع بيشتري من مصنع مصنع ملابس بيشتري من مصنع نسيج او تاجر قماش بيشتري من مصنع نسيج وعنده كميات قماش ركضة فبالتالي هيجي يقول له ايه والله انا مش هشتري منك بالمتر انت عندك كميات متنوعة انا هشتريها على بعضها هشتريها بالوزن بيقلل السعر شوية بتاعه وبياخدها بالوزن ايا كان وزنها فبالتالي ده بيبقى انت فاهم وعارف ان انت مش بيبيع السيدة لوحده او اللي احمل وحدها انت بيتبيع الناتج بتاع تعاشق الاتنين مع بعض اللي هو القماشة في النهاية فبالتالي لو انت مسلا بيتبيع في المصنع بتاعك مسلا وليكن طن قماش فده بيتكون من اه وزن السيدة واللحمة مع بعض وطبعا بيقى مقاسات مختلفة طبعا اللي بياخد الحاجة دي عارف بيسوقها ازاي فبالتالي هو بس بياخد منك الكميات اللي عندك طبعا بيبقى ليها اه حسابات واسعار بتختلف عن الطبيعي وما دم احنا وصلنا على حدة الاسعار عندنا في التخطيط في عملية اسمها عملية التسعير يمكن هي مش موجودة عندنا بشكل قوي لكن موجودة في خاصات الملابس فيه التريكو ان هو بيقدر يسعر المنتج بتاعه التسعير دي معناها ان انا بشوف كميات المستهلكة في الانتاج يعني مثلا لو انا عندي قماشة اه استهلكت مثلا كميات من خيوط السيدة واللحمات وليكن اه هنحط برضو مثال كده وليكن انا سحبت خامات بمية جنيه خامات بس بمية جنيه تمام كده وصرف عليها اجور عمال كمان مية جنيه يبقى كده اللي غير دلوقتي متكلفة ميتين جنيه والاصول السابتة اللي عندي اللي استهلكتها وليكن مثلا هحسبها مثلا بخمسين جنيه يبقى الغير دلوقتي وصلنا ميتين وخمسين طيب وكمان انا كده حاطت الاجور العمالة والاستهلاك بتاع المنتج والمصنع بتاعي وكمان هبدأ اضيف نسبة الريح بتاعتي نسبة الريح بتاعتي مثلا هنحسبها برضو بطريقة عشوائية هتكون برضو اه رقم اه بسيط هيكون خمسين جنيه يبقى اللي قماشة دي اتكلفت مني في ايدي ميتين وخمسين جنيه وكمان لما جيه تابعها ضفت عليها كمان خمسين جنيه هي ده المكسب اللي انا هقدر ان انا اكسبه كصاحب مصنع فبالتالي بطلع الكميات بواجه عام فيها النسب دي فانا قدرت اسعارها طيب اقدر بقى احط اسعار متفاوتة عشان اعمل بونس للناس اللي هتبيع لما انا لازم اطلع ربحية للناس اللي هتبيع من بعدية فبالتالي انا هقول يا جماعة القماشة دي بتتباع بتلتميت جنيه بس وانت بتباعها ممكن اه انا هتدالك بمتين وخمسين انت سعرها السوق بتلتمية تقدر تتفاوت في السعر ده وتقدر تبيع بقى اقل او اكتر لو بيعتي بزيادة هتديك بونس كزا وهكزا ده اللي احنا بنشوفه حتى في جميع المنتجات سواء ان كانت الغذائية او حتى المنتجات اللي هي العادية سواء ان كنت اه منتجات قطع غيار او خلافه في نسبة البونس دي موجودة في المصاني عشان تعمل عميلة التسويق فالتسويق بيحتاج الجزئية دي. يمكن احنا اتكلمنا عن جزئات مهمة النهاردة عندنا في بخصوص الاطوال والاوزان وكمان عمليات التسعير وكمان عمليات التسويق. تسويق عمليات مهمة جدا زي ما قلنا. اه نحاول اه نسقف نفسنا في عمليات التسويق اكتر واكتر. بندور اه على الكتب تتكلم في التسويق. هتساعدنا ان شاء الله بعد التخرج. صلص الله احنا هنعمل مشروع. وده اللي يهمنا بالاكتر ان بعد تخرج يكون عندنا مشروع الصغير. ده طبعا بيكون افضل. المشروعات الصغيرة الدولة مهتمة بيها. فبالتالي لازم نستغل الفرصة دي. وآآ نحاول نكون منتجين. آآ طبعا آآ معبدات الدراسة يكون في آآ اختلاف شوية في الطريقة المواد والاوات اللي يكون معنا. آآ تابعونا طبعا في الفترة الجاية طبعا خصوصا طلب الدبلوم. عشان نقدر نشوف هنمشي ازاي مع بعض في السنة الدراسية. وبنشكر على حسن المتابعة. وإلى اللقاء. موسيقى